السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبابنا في الله اليوم سوف نعيش مع قصة المؤخاة بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسعد ابن الربيع رضي الله عنه الأنصاري وكيف كانت المؤخاة بين المهاجرين والأنصار لما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الأزاء الكفار كريش بي المسلمين فأمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر هو وأصحابه فلما نزلوا المهاجرين على ديار الأنصار فما كان من الأنصار إلا أنهم رحبوا بهم أشد الترحاب فكان هناك مثال يحتذى به ومثال سوف نحكيه ليدل على مدى هذه المؤخاء ومدى هذه الأخوة ومدى هذه الروابط المؤمنة التي تجمع بين عبدين مؤمنين هما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسعد ابن الربيع رؤية عبد الرحمن بن عوف كان يحكي ويقول لما قدمنا المدينة آخر رسول صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع فقال سعد إني أكثر الأنصار مالا يعني سعد يحكي لعبد الرحمن بن عوف ويقول له يا سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقسم هذا المال بيني وبينك فأقسم لك نصف مالي وانظر يا عبد الرحمن إلى أي زوجتي كان ما تتزوج من اثنتين أي زوجة تريدها أو تريد أن تتزوج منها فنزلت لك عنها فإذا انقضت عدتها يعني طلقها سعد ابن الربيع كان عنده زوجتين فقال لي عبد الرحمن بن عوف أخذ واحدة منهم ولنت تختارها أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجها فما كان من رد عبد الرحمن بن عوف الرد العفيف المؤمن العفيف رضي الله عنه وأرضاه قال لي سعد ابن الربيع لا حاجة لي من ذلك فسأله هل من سوق في المدينة يكون قريب فيه تجارة فقال له سعد ابن الربيع سوق قينقاع قال قال عبد الرحمن بن عوف إذن سأذهب إلى السوق فذهب إلى السوق وأخذ يبيع ويشتري وأتى بقط بأقط وسمن يعني جاب جبن وسمن وبعض البضاع التجارية التي يريد أن يبيعها للناس فقال ثم بعتها في السوق أخي الكريم أخي الحبيب كان الله سبحانه وتعالى يبارك في رزق عبد الرحمن بن عوف وكان عنده مالا كثيرا من التجارة قد رزقه الله سبحانه وتعالى له فكان يقول والله لئن رفعت حجر من على الأرض لوجدت تحته ذهبا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير الكثير والرزق الكثير فكان الله يصب عليه الخير صبا ويرزقه من حيث لا يحتسب حبيبي في الله أخي في الله أختي الكريمة أخي الكريم هناك دروس مستفادة من هذه القصة وهي حسن الإثار من الغنى إلى الفكر حيث كان سعد بن ربيع رضي الله عنه وارضاه كان غنيا فكون أنه يتنازل بنصف ماله لعبد الرحمن بن عوف فهذا يدل على تفضيل الغير على نفسه وأنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وهذا من كمال حسن المرء ومن كمال إيماني فهذا يدل على حسن الإثار ثم حبيبي في الله نأتي إلى الشيء الجميل أن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا عفيفا وكان عنده عزة نفس وتنزه عن مال سعد بن ربيع وتنزل على أنه ينفق عليه أو يتصدق عليه بماله رغم أن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا ثريا في مكة ولكن ترك كل أمواله وهاجر في سبيل الله وهاجر إلى المدينة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فعوضه الله خيرا من ذلك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ثم أحبابنا القرام نأتي لفائدة أخرى برضو اللي هي الحرص على الاكتساب من عمل اليد دليل على أن الإنسان أطيب طعام وأجمل طعام أن الإنسان يأتي من عمل يده ومن السعي والاجتهاد لذا الإسلام يحس على الجد والاجتهاد لرفع شأن المسلم وعدم الركون إلى الصدقة وانتظار أن الناس تعطيك أو تمنعك ثم أخي الكريم هناك أيضا فائدة حسن الظن بما عند الله من الرزق ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه يعني كان عبد الرحمن بن عوف كان حسن الظن بالله أن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه المال اللي هو تركه في مكة وطالما فيه صحة وعافية والله سبحانه وتعالى من عليه ذلك وإيمان وتقوى فقادر بإذن الله أنه يعني يستعيد قوته ويرجع ما فقده من أموال ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ثم هناك فائدة أخرى حبيبي في الله اللي هي أهمية التآخي والمودة بين المهاجرين والأنصار فكان بينهم الود والمحبة والعطف وأنه كان يحب لأخيه ما كان يحبه لنفسه فمثال للصداقة والأخوة والمحبة فكانت تربطهم المحبة في الله والحب في الله والحب في الله من أسمى أنواع الحب أن تحب إنسانا آخر وإذا كانت مرأة تحب أختها المؤمنة الصالحة حبا في الله سبحانه وتعالى لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الحديث عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله ذكر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فكان حقا على الله أن يظلهم في ظله يوم تكترب الشمس من الرؤوس يوم شديد الحق ولكن الله سبحانه وتعالى بحبهم لبعادهم وتناصحهم وسعيهم في الطاعات الله سبحانه وتعالى يحميهم من حر هذا الشمس وكذلك الحديث ينفع أنه نقول برضو امرأتان فممكن امرأتان يجمعهما الحب في الله والاجتماع على طاعته يدخلون من باب هذا الحديث حبيب في الله سعدنا بكم في هذا اللقاء ولكاء المؤخاء بين المهاجرين والأنصار وبين سعد بن ربيع رضي الله عنه وارضاء الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتك ولا عيبا إلا سترتك ولا هم إلا فرجتك ولا دينا إلا قضيتك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي في الله لا تنسى الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات نسعد بهذه التعليقات دمتم بخير أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام